قام الأمين العام لحزب الحركة الوطنية قام فرع القليم والدائي بوضع حجر أساس لبناء مقرات مكاتب الحزب في كل من البشة ومدينة وراء المناسبة حضرها عدد من مناظرين ومناظرات الحزب فضلا عن المسؤولين بالمنطقة محمد الأمين أحمد والمزيد من التفاصيل سعيا لتفعيل دور الحزب على المستوى الإقليمي وفتح مكاتب فرعية للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والدائي ذلك ما دفع تجار الحركة الوطنية للإنقاذ بمبادرة بناء وتشهيد مكاتب لمزاولة الأعمال والأنشطة الحزبية وحث المناظرين والمناظرات على الاهتمام بالنشاطات السياسية ومساندة رئيس الجمهورية في توجهاته لجعل حزب الحركة الوطنية لتتوسع يوما بعد يوم في كافة الأراضي الوطنية في كلمته الترحيبية رئيس اللجنة التنظيمية الأمين التنفيذي لتجار الحركة بالإقليم حبد الدين صالح الذي رحب بجميع الحضور ومقدما شكره لجميع المناظرين على تكبدهم المشاق وحضورهم هذا الحفل وهذا دلالة على اهتمامهم بأنشطة الحزب وتشبعهم بمبادئ الحركة الوطنية للإنقاذ والتأبئة الشاملة عقبه في الحديث الأمين التنفيذي للحركة بمقاطعة وراء رضوان حسين مختار والذي هو الآخر تناول كيفية مشاركة التجار في بناء مكاتب لتسهيل أعمالهم التجارية من ناحيته الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر شكر كل المساهمين على مشاركتهم الفاعلة في دعمهم لبناء مكاتب الحزب التجارية ومقدما شكره الكبير لرئيس الجمهورية مؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو على ترحيبه بالمبادرات الفردية والجماعية للمناظلين في الحركة الوطنية للإنقاذ من تجار ومهنيين الذين لم يتدخروا وسعا في تنفيذ برامج الحزب كما نشدهم بالتكاتف والوحدة والعمل الجاد للوقوف أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد علما بأن تشييد وبناء مقرات للحركة الوطنية للإنقاذ في بعض المناطق والأقاليم خطوة في الاتجاه الصحيح ودفع المناظلين على الاهتمام بالنشاطات الحزبية